أكبر الكتل العرقية في إيران بعد الفرس يتواجدون في الجزء الشمالي الغربي من إيران يشكلون حوالي 24% من إجمالية عدد السكان الذين يصلوا عددهم إلى حوالي 20 مليون نسمة يتوزعون على 11 محافظة من ضمنها طهران وأصفهان ويسيطرون على نسبة كبيرة من الزراعة والصناعة في إيران إنهم الآذريون عام 1946 ميلادية استقلت أذريفجان عن إيران وشكلت دولة مستقلة إلا أن الجيش الإيراني اجتاح المدن والمحافظات وارتكب العديد من جرائم الإبادة في حق المدنيين وبعد الثورة وكبقية الشعوب غير الفارسية في إيران استمر النضال الآذري وحصل العديد من الانتفاضات والمظاهرات إلا أن قوات الأمن الإيرانية أخمدتها باستخدام النار والحديد في إيران يعاني الأذريين من مسألة مهمة وهي أنهم الأكثرية بين الشعوب الإيرانية بينهم الفرس أيضا ولهذا يحاول النظام دائما تمس هذه الحقيقة بل وقراءة القومية الأذرية كجزء من النظام وهذا ما أدى إلى أن يحرم الشعب الأذري من ممارسة حقوقه في التعليم بلغته التركية وأحياء ثقافته بل أكثر من ذلك أن يحرم من أبسط حقوقه في أن يسمي أطفاله بأسماء تركية تعاني هذه القومية الأذرية من الأعمال والألفاظ العنصرية التي دائما ما يرددها الفرس تجاههم فقد قامت القناة الرسمية في إيران وعبر أحد برامجها المسمى بفتله في شهر نوفمبر 2015 بالإساءة العنصرية للعرق الأذري في إيران والذي أثار غضب المنتمين للعرق ما دفعهم للخروج في مدن متفرقة من إقليم أذربيجان متظاهرين ومنددين بالممارسات العنصرية التي تمارس ضدهم على يد النظام ومؤسساته فقامت قوات الأمن الإيرانية بغلق الطرق الرئيسية في تلك المدن ونشر المدرعات المصفحة واستخدام العنف وضرب المتظاهرين بالعصي واستخدام غازات مسيلة للدموع ما نتج عنه إصابة واعتقال الكثير من الآذريين وحتى على صعيد الرياضة هناك تحيز لأندية طهران ضد الأندية الأخرى فقد اعترض مشجعو نادي أورميل آذري على الاتحاد الإيراني للرياضة في أحد المباريات النهائية قبل حوالي سنتين ما أدى لوقوع اشتباكات بين الجماهير ورجال الأمن الذين استخدموا العنف والضرب تجاه المشجعين كما أن الجماهير الآذرية دائما ما تردد في مبارياتها ضد الأندية الفارسية عبارة الخليج العربي كرد فعل على العنصرية التي تمارس ضدهم على يد الفرس وكانت أبرز مطالب الآذريين متمثلة بالاستقلال والحرية وحق تقرير المصير كما يطالب الآذريون بالاعتراف بلغتهم كلغة رسمية في إيران وأن لهم الحق في التعلم بلغتهم رافضين فرض اللغة الفارسية عليهم وينادي الآذريون بإيقاف بناء السدود على الأنهر الآذرية حيث تم بناء أكثر من سبعين سدا نفذ منها أربعة وخمسون سدا وما تبقى ما زال قيد الإنشاء والهدف الرئيس من ورائها تدمير البيئة الآذرية وتهجير شعبها أنا أطاب أنا هربت من إيران لأنني كنت من عائلة تعرف بناشطها السياسي ضد النظام وعليه أنا وأفراد أسرتي كنا دائما تحت المراقبة من أعين أفراد النظام وكوني ناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة الأذرية فقد تم ملاحقتي من قبل الأجهزة الأمنية مما اضطرني للهروب إلى خارج إيران حتى وصلت إلى دولة السويد فهذا شعب آخر في إيران استنزفت أراضيه واستهدفت ثقافته وهجر شعبه من قبل نظام لا يعرف حق أحد في تقرير مصيره ترجمة نانسي قنقر